ننتقل لملف متعلق بالانتخابات وباب الترشيح للانتخابات بدأ بالأمس ويغلق بإذن الله يوم السبت اللي جاي لجاية اللحظة زي محدش قدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد القرى وده على فكرة طبيعي أول يومين ثلاثة بتبقى العملية جس نبض الناس لسه بتشوف مين هيقدم مين بيفقروا الكلام ده ولكن أنا واسق من يوم الخامس اللي جاي هتبدأ تظهر الترشيحات والقوائم وحنا عارفين القوائم كلها هتبقى قوائم مغلقة محدش يقدر يرشح نفسه أو يقدم أوراق اعتماده للانتخابات بشكل فردي لازم قائمة مغلقة حسب معلوماتي دون ذكر أسماء القوائم يعني النهاردة المهندس هنا يا بريدة عنده اجتماع هيحسن من خلاله القائمة اللي هيستقر عليها عشان يقدم بيها ترشحه لاتحاد القرى نهاية الأسبوع الجاري النهاردة في اجتماع هيحسن من خلاله القائمة بشكل عام عشان يقدم أوراق ترشح القائمة بالكامل بداية من الرئيس حتى آخر عضو في قائمته اللي هتتقدم لانتخابات اتحاد القرى في الفترة من 20 ديسمبر 2024 حتى ديسمبر 2028 طيب هل المهندس هنا بريدة خلال الساعات اللي جاي هيعلن ترشحه في الاتحاد الافريقي معلوماتي آه ولكن نسبة ترشحه للاتحاد الافريقي كعضوية اللجنة التنفيذية في الفيفا بتتخطى نسبة الترشح لرئاسة الكاف يعني كان فيه كلام على انه بيترشح لرئاسة الكاف وهينافس باترس متسبي الامور اختلفت في الساعات الاخيرة فنسبة ترشحه لرئاسة الكاف هتبقى أقل نسبيا من نسبة ترشحه لعضوية الفيفا هو كان آخر مرة أو آخر دورة كان عضو في الاتحاد الدولي وطبعا تم تعديل العديد من اللوايح وعايز أأكد لحضراتكم اللوايح الاتحاد الافريقي آخر سنتين اتعدلت ثلاث مرات وفي التعديلات كلها كانت عشان تسمح للمهندس هنا بريدة يستمر في سباق الترشح والانتخابات في الاتحاد الافريقي فالمعلومة اللي عندي أنه بنسبة كبيرة غالبا هيكون في عضوية الفيفا في الدورة الجديدة في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي